ايه يا زلطة? لا بص يا سروق بعد كده بقوليلي يا عم زلطة. عم زلطة? اه عم زلطة وعم زلطة واحس. ده انت عيلة الام ده اجربت انتهى امك. اما اما الواق زلطة. لا ابوكي. تعالي يا ولاة جيت في وقتك. انا طول عمري باجي في وقتك. اذاك عواطف عاملة ايه? وحستيني. ايه وحستيني دي? ولا حاجة. انا قلت بس انك بقتلوا واحدة. فاجهة اخد بحيثك يعني اتمن عليك. طب والله يا فكي الخير. بلعت الحمام مسدودة. والمجاري عملت رض في الحمام. تعرف تسلكلي البلعة? بلعت ايه مجاري ايه? ده انا جايلك زيارة وجايجلك بزبوسة. ايه اغنية مدريت? زي بعض مشكرين هات. لأ ده واجب. عاصل انا بحيب اعمل الواجب اوي. ايه الخلاصة? تسلكلي البلعة واجي خمسة جنيه ولا بعت عجيب له السمكرم? هيا مسدودة قوي. اه. ولو وسلكتها هتبقى مبسوطة? اه. واما قدرني الحمام. وانا هسلكها لك مجبير مقود ولا سلل. وافادت مصادر طبية في مشفى الشفاء بان الطفل استشهد بعد يومين من اصابته البالغة في غارة اسرائيلية. مما يرفع عدد الشهداء الذين سقطوا في العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة الى سنة. ايه مما انت فوسيهم. ممكن الفلسطينيين يعملوا حاجة في الاسرائيليين تيجي في ابني. يا ماما هو احنا عارفين مكانوا فين ولا فوست مين فيهم? اه. عمال ادور فوست باسرائيليين. يمكن المحهم. ماما كنت عايزة اتكلم معاك في حاجة. خير يا حرية. كنت عايزة احكيليك حاجة كده بس خافة قولي كلام مش قد كده. لو غلط ما تتكلميش. لا بحب الغلط ولا الكلام في الغلط. ما المشكلة ان انا مش عارفة ازا كانت غلط ولا صح. متعلق لحد. مالك يا بت. مستغربة يعني هو باين علي. يا سلام ما تبتوا دخولي فوقتك دايها وسرحانة وان في باب عليكي. باينها يعني. ولا فاكرا امك عبيضة. لا بس ما كنتش عارفة انه واضح قوي كده. ايه? انت صلاح. انت حزن. بس زيك الان مش بتضمنها. انت كمان يا ماما. الجذع بصراحة مفيش على حد اخبار. مركزه كويس وابناء سومة ربي. وكمان زميل اخوكي. بس اللي محيرني ان اللي مخبيه اكتر من اللي مبينه. مش بتاع مخابرات. ما تتعش مش قوي كده. صح هو عين وعليكي بس. قده نستني اخالص غيرنا. غيرنا ازاي مش حمد اخويا منهم. ما هو ده الهم الكبير. لما يبقى ابني حمادة اللي مخلفاه. ومعرفوش. حاجة مخولي. حمادة اللي مكان بيرمش. كنت بحس بيه. قلت اللي عما خبيه عنه السيدة كبير سيدة. كنت حاول ايه. الراجل في بيته حاجة وفي شواله حاجة دانية. المهمة. خلينا في صلاح. قلت حاجة. اه. قلت يعني حيجيب ولدته؟. لا. ما لكم تبتكلموا في ايه؟. يعني مشاعر وحسيس بس. لا. انا معرفش الكلام ده. البيت له باب. مش لما معرف يا ماما هو عايز يخش البيت ده ولا لأ؟. اسمعي كوي يا صفحاني. الراجل لما يلاقي البيت سهلة وقريبة منه. ما يفكرش أبدا انه نتكوزها. وخصوصا لما يبقى واحد زي صلاح. لف الدنيا. بس انا يا ماما مش عارفاش اللي من دمال. خيلني طول الوقت. ملاش الكلام العبيد ده. اتقالي وابعيدي. ولو نصيبك هيجيلك لحد حدك. انا بنتي ماتت. ماتت يوم ما خرجت من عندي. اللي جات معك دي ايه. انا مش عايزة. هي فين يا سعيد. تحت عنده مو عبدالله. اروح يا سعيد. اروح. انا اخلها السلطة اللي عندي. صلى النبي عمراجب. الكلام اخده وعطه. انا جاي حل. اتحل ولا تربط. انا بنتي ماتت. خيس كلام. حبيبت يا بنتي. كده. كده برضي. عزة وتعالي. بلا سواد بلا بياض. الحمد لله. اللي بنتي رجعت بالسلامة هي. ومتجاوزة على سنة الله ورسول. وآه. وجايين يطلبوا رضاك. وخلاص بقى المدود. خلنا نفكر في اللي جاي. اهو ده احلى كلام يا امو عبدالله. رايزة لابوسين ابو يا واستسمح. لا خليك. لو تلعتي حياطي مرقبتك. الراجل على اخر حبيت عيني. امك عندها حق بصراحة يا عزة. تلقى ابوكي قايد نار. استني كده حبيبتي لما ساعد يفكوا شوية. هو اللي انتي عملتي ده شوية يا مقصفة الرقبة. الله 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 الله. مكلمت كان حلو يا امو عبدالله. قلبتي كده ليه. لا هي غلطت وانت كمان غلط يا عماد. انا بس بقول الكلمتين دول عشان ألم العاملة السودة اللي انتو عملتوها. لكن انتو الاتنين عايزين اطمر ابيكو. مشورة الجواز دي كانت شورة اخوكي. انا عن نفسي كنت عايز اجيبها قبل اي حاجة. كده برضو يا عواطف. يعني اخوكي هو قصة بلوة كلها. في ايه اولاية. الله. انتي هتمسكي في اخويا. وحاسيبي بنتك البيضة اللي سابت بيتها وطفشت. سامعة يا موقوسة. اهدي اللي واقفة جنبك. وما اللي الناس هتقول عليك ايه. انا يا حلم اعزالي وابيه شائتي واطفش من الحدة دي. لان انا خلاص. ما بيتش قادر ابص فوشوش الناس. الكلام ده لا يودي ولا يجيب يا عم راجب. انت كده عامل زي اللي بيغمض عنيه عشان محدش يشوفه. ما قداميش حل تاني يا سعيد. ما قداميش حل تاني. ما هو يا كده. يا ام ام دلوقت اجيب سكينة وانزل اتبحها هي وهو. عشان اقدر ارفع راسي مرة تانية. وتضيع بنتك. وتضيع نفسك. يا ام اخد مني بقى. احنا هنعمل فرح كبير. فرح محصلش في المنطقة قبل كده. نطبل ونرقص ونغني. ونقول له كل الدنيا ان احنا ما عندناش حاجة نخبيها. حلو قوي. الكلام اللي انت بتقوله ده. وسلامة اللي كان صباح يكتب كتابه عليها. يا سيدي احنا هنقول ان احنا ما كانش عندنا حل تاني عشان نفركش الجوازة دي. وان انت اللي بعت البتة عند خلها. وان كل حاجة حصلت بموافقتك وتحت علمك. انت فاكر الناس قبلة والله عبيطة. مين اللي هيصدق الكلام اللي انت بتقوله ده. اللي مش هيصدق ان شاء الله ما عنه صدق. محدش له عندنا حاجة. يا عميله اللي انتوا عايزين تعملوه. انا عن نفس اللي هحضر لها فرح ولا هدخل لها بيت من اساسه. زي ما قلتلك. انا بنتي مادت. يا عم راجب حرام بقى اندرق نشف بالكلام. انت شغل نفسك بنا لها سعيد. ما تتكى على تشو مصدحتك يا اخي. انت بتردني. بتردني من بيتك يا عم ما اجب؟ ما كانش العاشة مصده. ماشي. بص يا سعيه. اخر الكلام عندي. هي طلقة ويجي اخد ان بتابوها. الحلبة بحليب بتاعتك يا ستا سلامة. سلامة ما طلبتش حاجة. يا عم في ما بينك كده الحلبة دي على حسابي يا عم. بصراحة بقى انا جايب موضوع الحلبة ده حجة علشان عايز اقولك كلمتين. يعني ما سألتنيش عايزك في ايه. حسام انا مش طلقة نفس الساعة دي. اخد الحلبة دي وامش من قدامي. حتى لو قلتلك ان عز رجعت. ايه؟ عز في ايه؟ عز في ايه؟ جات امتى؟ يا عم سيب هدومي وهد اعضاءك. انت سخيلت كده ليه؟ صحيح العشق امر من الصبر. ايه اخلص عز في ايه؟ يا عم عز رجعت مع سعيد وعمت في العربية وراحوا عند عواطم. وانا عشل صاحبك وحبيبك جيت اقولك. ده تبقى فور جهة. يا عز رجب. ايه؟ عز رجب. يا عزة. ايه يا سلامة في ايه؟ مالك متخبط كده ليه؟ عزة فين يا عزة انها جت. عزة مش هنا يا سلامة. انت بضحك علي. يا عزة. يا عزة. ايه يا رايح فين الله. هي خرابة ريح تتمشى فيها. ايش ده بس يا سلامة وصلى عنها. عزة خلاص مش لقيت. عزة هتجوز عليها. ما تقولش كده يا سعيد. عزة بتحبيني وانا لها اتجوزني. ابوها مش عايزي ادهالك. هو موضيع عن دخالة عشان ايه رب من الموضوع ده. هديني جبتلك من الاخر. ليه كده يا سراجة? هو انا وصرت معك في حاجة. انا مكلفتكش حاجة وقبتلك كل اللي انت عايزه. انجوزني عزة يا سراجة. لو عايز فنو الزيادة اخد. انا معاي فنوز كدير اولي. احاول اولا قوة ايلة بالله فلوس ايه يا ابني? حد ده هلا كده انا ببيع بنتي. طب عايزي يا سراجة. شوف اللي انت عايز وانا جيبهولك. والنبي يا سعيد. قوله جاوزني عزة. طيب يا سراجة. العلا معايا بس وانا هعمل لك كل حاجة. سيبني وانا عايز صغير. اقول لي يا سراجة بعايزي وانا عملهولك. روح يا سراجة. اروح مع سعيد. الاصلي وكلت سعيد في عمر عزة بنتي. تعال معايا يا سراجة. نشرب كبايتين شيء. اقول لك تعمل ايه. مش عايز حاجة تناب لما شط يا عم زكي. لا يا ابني انا هدخل انام. تصبح على خير. وانت من اعم. هي جليلة اللي مخرجك السعادة. الدنيا طبق على نفس يا عم زكي. ومش فهم حاجة. ودماغي عمالة تودي وتجيب. طيب قاعد يستنيني الاعداء منصوبة. انا هدخل الطاولة واجه عود جنبك تحكيلي على كل حاجة. مش. بس مش عابهمش على القهو. مش. مش عابهم بقيت. مش طلبة مصايا. ايوة. بيدك باع لخمسين جند. ليه يا عم انت تشتغني ولا ايه. انت ليك في الحشيش. لا. خلاص. يا تدفع الخمسين جند. يا لسيبهم لصاحبهم. انت تاكي القرف. بس الشابهم بعيد. ماشي يا عم بقى انت هتغنيها. يلا سلامة. على فين. حنشرب سجرتنا اللي حشيش دول عندها في المحل وبعدين نبتال. حشيش ايه وبتاع ايه يا سعيد. مش ما نشوف موضوع حزة الاول. لا جلعة مش عم راجب قالك ان هو فوضني يلا بقى. هل مش فاهم حاجة جليلة. الراجل ده يطلع مين. والعربية اللي مع ابراهيم دي بتاعت واحد صاحبه ولا بيشتغل عليها. لا دي ولا دي. دي بتاعت حمادة. هو حمادة رجع. بس انا ما شفتوش لا طالع ولا نازل. حمادة مرجعش. الله. من اين بقى مرجعش ودي عربيته. دي قصة طويلة. بس مش عارف احكيها لك ولا لا. اخصى عليك يا بنتي. وانا اتمنى لي غير الخير. ولا على رأيي المسل. فحزنكو مدعية وفرحوكو منسية. لا والله يا عم زكي. ربنا واحد اللي يعلم معزتك عندي قد ايه. بس انا على بقى قفل مش قادر افتحه. ونفسها فاتفاضلك واشهورك. لا اللي حتقوليه ده سر. فاتفاضي. سرلك في بير. فاتفاضي يا جليلة. اول مرة اخد بالي انك بتحب تعرف المستخبي. فضول يعني. لا والله. بس انا عايز اتطمن عليك. طب حليف لي اللي حقولهلك ده. ما يطلعش برانا. والله ما اقول لحد. اخودي يا عم ايه ده. دي نار ده خلاف صدري مش عايز امسك. يا جد عوافية حلوة من دير نار. شد واكتم. انا عزك تجبر يا سلامة. بقولك يا سعيد. انا عارفة لنعمات صاحبك. وانا كتبقى مايال لكتر مني. بس انت بالاخر ما لكش صاحب. فازبطني بحوار عز ده. وانا هديك خمس تلاف جنيه. طب بس الشدة يا سلامة قبل ما الورده اتنان. خلاص خليهم سبعة. ها قلت ايه. الله يا سلامة كلامك مؤثر. سارد على التليفون ده وارجع بعدك المفيد. بس شطارتك انك تتخلص الده وقصد استخلص السجار. مفيش عزة من غير ما تفرومها. اه اه. آيا بقى حرية. لا انا مستغرب يعني انك لصة صحة لحد دلوقتي. يعني انا في الشغل انتي يعني فهم بقى شغلي مالوش موعد. صلاح انا عايز اعرف عنك كل حال. لا طبعا مش دلوقتي على فكرة أنا قلت الماما عن مشاعري ناحيتك ومشاعرك ناحيتي صراحة و أنت بتحبيني مش كده؟ آه طبعا طبعا حبك يعني بس أنا يعني زي ما تقولي كده ما بعرفش عبر عن نفسي يعني طبيعة شغلي وكده آه حرية بقولك أنا حاليا في القاهرة و في مهمة يعني فممكن تديني فرصة لما وصل إسكندرية أكلمك؟ طيب أوكي محمد رسول الله بس بقى عم سلامة قرم السجارة دي وتعجر عشان تكن لقمت ليك مكلتش من الصح بنا يهون اللي إحنا فيه وفلوسك اللي ضاعت آه كده الماكرونة بالليل كده يا واطف؟ يا أخويا ما تتأنزحش قوي كده زمان مكنوش رقيين حتى الفول على رأيك اللي أرحمك عم سمعيه كان دايما يشيل نايبي كانت أيام هم وفار هتعمل ليه في سلامة بطلطش في دماغه ده والله يا واطف صعبان علي هو فعلا يا واطف ممكن حدي يتعلق بحد قوي كده يعني آه بتحصل بالك اسمعين بيوحاشني قوي بقولك إيه؟ اجمل وصل بطولك ده أنت لسه المشوار قدامك طويل ووع يا حبيبي تخلي حتى يصعب عليك كل واحد في الدنيا دي شيل بلوته على ظهره ما ينفعش تشيل بلوت غيرك مش هتستحق حطقع وظهرك يتكسر يا بختك يا واطف طول عمرك ما أهمك يشغر اللي منك نزل بقى سلامة عزة وعمد من على ظهرك عشان ترتاح وإذا كنت أنا سبب فكل اللي بيحصل له أعمل إيه؟ اللي يبص وراي يا برينز يضيع ولو البحث عادي يحسب اللي فات هيقتله الهم أنا رأيك كفاية هم بقى بكرة فرح وعايزين نفرح موسيقى هاي ماش ماش هاي ماذا؟ هالك ايه نفضل اللي في ايدكو يالا معايا يالا أوكي باي هذا واركة وانا سجادة انت تعرفني؟ لا وضعتلك كلامي؟ لا ايه بقى خليك في كوزك لما نعوزك؟ هي ما عملوش بالزوم مادو بيتكلم بالزوم بلاش رابنت ما علش يا مادو إبراهيم ما يعرفكش برضو واللي ما يعرفك إجهلك خلاص يا إبراهيم إيش تبا مادو والله العظيم ما يعرفك يا معلم هي ما اقصر الشر يلا وفيه يلا انت متعرفش أنا مين؟ لا ما عرفش انتي اللي عملتي فينا كل ده طب وإيه الحل ياما يعني هتجوز من غير هدوم؟ أنا حاخد بعدي وأروح لفرغاليا استسمحوا تاخدي هدومك اللي عندهم ولو إني عارفة إنه هيرفض دي حاجات بشقوا شويات وأنا من طبتي مخلتلكيش حاجة وديت كله على هناك طب ما تشتريه تقمين بيته وتقمين خروجي ماشيوني لغاية ورب أنا إفرجها مناني يا حبابتي هو أنت خلتي حلتنا حاجة ده أنا ساحبة من فلوس البيت وقلت أكملهم من فلوس النقطة ايه المناظر إنه كان دي؟ ده شاك اللي ناس عندها فرح النهاردة؟ فرح الشم والندامة فرح هندخل في العروسة من غير هدوم صح ده أنت هدومك عند سلامة بقولك يا عبوطف تجيش معايا يا حبيبتي عند فرغالي نستسمحوا ينوبك سواب في البيت الغلبانة دي؟ الموضوع ده ما يحلوش الحريم ده عيس رجالة أنا مش هخرج من البيت ولا فتلة اللي لما رجب يدفع اللي دفعناه في الجواز يا أبو سلامة خليك واقعي أنت لو عادت تدن جنب رجب مش هتطلع منه جنيه وأنا مقدرش أزعل سلامة وأخرج أي حاجة من البيت ماشي قادي ربعمائة جنيه عشان زعل سلامة انت بتقول لي ربعمائة عشان أقولك خمسمائة؟ قولنا خمسمائة وقادي عمود كمان أسيب أسعيد الحكاية مش حكاية فلوس سلامة ابني زي معمات صاحبك لا إله إلا الله وأنا حلاق منك وأنا أم ابنك يا يا عم فرغالي أنا مش بعمل كده عشان عماد عماد مش هيخص علي حاجة أنا يخصاني في المضاود أبنك ولو سيبنا الهدوم كده قدامه وحيفضل تعبان ومش حينساها واحنا عايزونه ينساها طيب والفلوس اللي صرفناه ما أنا بقول لك خد خمسمائة جنيه عوض الله عليك في الباقي وإزاي ما نخرج الحاجة دي من غير ما سلامة يحس؟ هنسرسلهم أنا هاخد شوالة دلوقتي وبعدين أبعتلك العالي أخدو حتة في حتة لحد ما نخلص وعندك الدين طيارة مع الدين عيادة موسيقى بنت شروق خد يا بنت ليه لي أنت شالدة؟ وإنت مالك ما تخليك في حالك جامدة زي أمي خد يا دا زعيد هاديك جنيه لو بنتي لي أنت شايلة حات الجنيه يا ابني اللعيبة خد قول دا حاجة عزل من أخدها من الورا سالدة اه 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 ايه دا؟ انا ايه لي جابني هنا؟ العفارية الزور دا أنا زعلت جامد احمد ربنا أنها جات على قد كده في حد يتعارك مع بطل اسكندرية في الكون غفوه وجاية تقولي دلوقت بعد ما تحني؟ لا وإيه قدام المزز فضحتنا طب ومش مش في المش مش مش أنا هعرف أخد حقي خلي بالك الودة وطبو أكبر ما أقول في اسكندرية مش هتعرف تعمل معها حاجة برضو الكارت اللي معي يا وش قلو ايو صلاح بيه يا إبراهيم يا إبراهيم أنك مهمة حساسة جدا دلوقت طب هو اسمه إيه الودة؟ مين؟ طيب أنا يومين كده أرجع اسكندرية وأكلمك إيه في البقى؟ إيه في البقى يا إبراهيم؟ شبطورة يا شروب ما تحريمش منك عدي الجماية شبطاني ما مضى يا بيت إنتي خذي يا طابل حدية تاني مدى؟ دي آخر حاجة وسلامة صحي وأنا بقى في الباب أروح وأنا مش ألقان رم من سلامة ده أعديها على قيدة يا رب عزة هو أعماد غد صام في أم من صواحيات ربنا طلع عائله من الصبح مع العماء ربنا يكون فعونه آه يا أختي ومين يشهد للعريس؟ سعيد والنبس لأبوي علشان يخضر الفارح أبوكي دماغه ناشفة مش سامع الباب؟ فستان العروسة وصل يقتعني زغراتي من غير ما أخد بالي وفيها أي يا أختي؟ دا حد أسمعين بيحب الفرفاشة وهادي زغروت على زغراتي حال أنت يا عوض بسعني الباب دا يا أبا اقعوني حرم عليك سب ننزل هتنزل تروح فين؟ هيجوزوا عزة يا أبا خلاص يا ابني عزة مش بتاعتك يعني انت عايت نشرب السم ثاني؟ هو أنت كنت شربته أولاني الباب دا مش هيتفتح لا لي أولا ليك؟ ألا ما الفرح بتاع البت دي ياخذ فقلناك هجوزوا عزة افتعوني الباب دا افتعوني الباب دا افتعوني عليكم افتعوني الباب دا افتعوني ننزل سبني 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 افتعوني بس روح يا عتدالي روح وفي جمب بنتك لغا ما تتضمن عليها وانت روح يا عتدالي واسبني في حالي موسيقى موسيقى اه بللتك يا حبيبي عاملين فرع عشان نفرح بس برضو راكبنا الهم يا خلا بعد الشر همي ليه؟ مستفت صابق لوحد يلا رخاف معاه روح 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 موسيقى 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 انا بدور على حاجة كلها يا ابا تاكل انا كنت فاكرك احتوى بطول الليل تعايت تعايت لا انا بدور على حاجة كلها وبعد كده اخش اناب جبنا عندك في التلاجة والعشة واحد تراويزة تاكل وتنام قدامي في الصالة خافش علي يا ابا انا هكل ما وانا على طول يا ابن الدنيا واسعة وكبيرة وانت خرجت للدنيا وشفت لك علي اجوزك ست ستة ايه رأيك في ظريفة بنت عبد الحميد بنت مؤدبة وكويسة وابوها راجل طيب ها؟ مين دي يا ابا ما عرفهاش؟ ما تعرفهاش عشان بتمشي زي العسكري لا بتلتفت لايمين ولا شمال اللي انت شايفه صح هعمله يا ابا اهو كده المدعه كده الرجولة تعجبني طالما كده بقى انا هخش هريح شوية وانت بعد ما تاكل تحط الاطباق في الحوض ما تسيبهمش على الطرابيزة ماشي؟ ماشي ماشي يا ابا عايز يا سعيد مش انا اللي عايز بنتك اللي قاعدة متنكدها في فرحها عشان ابوها ما حضرش هي اللي عايزة مش هعمل يا سعيد او 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 انا بس مش فاهم انت ماشي في دماغك كده ليه يا اسطراجب تسألني وكا انك مش عارف اي حال لا اعارف بس مش فاهم الفرح خلاصت عمل قدام الدنيا كلها ايه نازمة الناكب بقى؟ ايه اقيا ما حوله صح انا شغلت انا شغلت دماغي بيك لنتا وبنتك يا اخي ولا بلاش ازا كان بنتك مش صعبان عليك هتصعب علي انا كله انزل تحت ويهسع لي الفنان ارجوك لو سمعت ارجوك لو سمعت ارجوك لو سمعت كله انزل تحت 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 سمعتني يا باب لا يا حبيبي انزل مبروك انزل مبروك عزي اعناك اخد بالك منها حبيبي اعناك يا عمي ايه يلا اولاد روحوا يلا يتكملوا فراحكوا يلا من غير اكملت بقى من جود اعناك يا عمي اعنائي نحن الام اعني اعنائي اعناك اساك احب عليك يا برنس اللياني يا مجمع الأحبة والت واحدة دي والنبل تفكك منه يا شخاة ما تقعدش تنعق في وداني ده أنا بأحبك لا تعالى بقى خذلك نفسين حلوين هيعجب مين ما انت عارف ماليش في الجو ده لا النهاردة مسايفة ده فرحة خوف تعيب يا جدعة تعالى بس حتى الفرحة تعجبك تعالى فرجعت عم الحاج والمحامي بعث للقرشين قلت بقى انا خلاصها عدي واخد بالك لا بايا ولا عليا القرشين حطوا عليهم الحاجة دليلة وعيالها ونيرفانا ماتت ازاي مين؟ نيرفانا او انا حكيت لك عن نيرفانا انا هاريس ودوا مني ايه؟ الله يخبر بيتك عم حسان ايه بس كده؟ هو عم الحاج وعام ل何 Потомуك ده؟ هُون أصبق بالك اصعد الله ما اسهكم للي هأن تشوي ملوي مين عدو 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة